السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوطي الزول إن شاء الله خير وخير دعوة هانيا واسمها صافية اليوم الجمعة جمعة الحراك جمعة الدولة المدنية مشي عسكرية جمعة النصر اليوم الجمعة 18 مارس 2022 غاني متواجد في مركز احتجاز المهاجرين ومركز الترحيل في فالنسيا كما كم تشوفوا طلاقة من مورايا اللي راحي وهذي اليوم قدمت طلب اللجوء رسميا أيضا في عند السلطة الإسبانية لقدم طلب اللجوء اليوم رسميا من داخل السجن قدمت طلب اللجوء إن شاء الله خير كان بزاق خاوتنا اللي كلموا معايا وراني نشوف سوف يرفوتوا إلى المقطع الأخير لأنه ربما فيه ثاني كلام مهم هو في حق كل كلام مهم ورح كله منشور يعني اللي من يريد أن يتابعوا أعتقد المساعد نشره عندنا أيضا بعد ما نشيره في مواقع الأخ محمد الحمد لله كما نقوله أنا خلط بزاق مع الإسبان هنا يا وإن شاء الله يوقفوا معنا خاوتنا وإن شاء الله يوقفوا معنا أيضا المنظمة الحقوقية ويوقفوا معنا الناس كل من أزل حقوق الإنسان ومن أزل بلاد العدل والحق والقانون بعد ما يعتذرنا أصريّا نحن 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 Astronomy وحقه وتحالون وخصنا لدولة حقوق الإنسان لا نخصنا مناصب لا نخصنا مناصب لا نخصنا حتى حاجة لا نخصنا بلادنا تتسقم وكل العالم يتسقموا يولي في حقوق وتولي في عادلة المونديال هذه يا خوطي كيما وردتكم راني في مركز اللاجئين ومنتمنى ما هوضنا يحبسونها الفتنة ويتوحدوا والذي حبني يتحقني في فالنسيا ويدخون عندي زيارة اليوم للأسف فلا لهم داخل معهم تلفونات راني قلت انحت شغال عندي فى الفيديو 裁 köتنطمنو ويل掉ه واحدة عمارة او لا تصفت اقفوا 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 Gas ادرا ندوا عيطى ووووووووير من الاتصال وووز مع ملتوى المدارن이나 ملطان ماشيوركة لغداء ذكر Nieقولакти مالини قطي الهو overwhelming وين الاثنجا يفعلو في أخي و jar controlar اخي و انترى, و انترى ملتصرى بهم الله يرحمي ما لديكم حبسوا لانه شرت وصرها مع محمد عبد الله في قضيته و اشوف ثانيا واسرة قاعدة يصرها في قضيته الان راني في الذيق الحمد لله انا دائما من بكري قلبي واسع و قلبي بحر كما نقول له normal اللي فتع لا فتع لا روح هذا مقطع من مقاله اليوم أخونا محمد قبل أن نمضي إلى أيضا بعض النطايات دعونا نسمعوا هذا أيضا هذا أيضا رحيم منشورة أرد فقط أن تشوفوا منها بعض الثواني ثلاثين ثانية تقريبا أول ملاحظة تلاحظوها أن محمد بن حليمة مضيعش وقته وأنه يتحدث بالإسبانية بطلاقة بالرغم أنه كان لما خرج في قوت الماضي كان عنده أقل من سنتين في الحقيقة كان درس الإسبانية كان درس أيضا اللغة الباسكية أخر شي كان يقيم في منطقة الباسك كان تعلم كميكانيسيا وشهادة في الميكانيك وكان ينشط في منظمة وكان ينشط في الملف الجزائري كان شعله من النشاط وهو إنسان سريع التعلم صراحة كان شعله وهذا أيضا ينطبق على محمد عبد الله أيضا بالمناسبة فتعلموا اللغة بسرعة وهو يتحدث بها بكل طلاقة كما رحكم تشوفوا وهذا شوفوا لما تكون هناك إمكانيات هذا في الجزائر كان مخبور يعني كان بالنسبة لهذه الجنرالات كذا ذبابة لا يساوي شيء كابران يسوق بعقيد أو يسوق به يعني يقدروا ينسوه نسف ومجرد نخرج ورغم الظروف الصعبة ورغم الظروف السياسية ورغم أنه ما عندوش إقامة ما زال طالب اللجوء إلى آخره لم يوضع وقته وهذه اللي نوصي بها أخاوتي وإخواتنا اللي خاصة يغادروا ضيعوش الوقت أول كي توصل للبلد أول شيء تديره تعلم اللغة ولغة البلد لأن لغة البلد هي المفتاح تفتح لك تفهم المجتمع تفهم الثقافة تفهم الخلفيات وانت تتعلم والبلدان هذه تعلم بلغاتها ليس كما نحن أي شيء في البلد هذه البلدان في إسبانيا تعلم بالإسبانية في فرنسا تعلم بالفرنسوية في بريطانيا تعلم بالإنجليزية وهكذا فاللغة كي توصل لبلاد أول شيء تديره أحرص على تعلم لغة البلد تحلل كثير من المشاكل الحاجة الأخرى هنا وجه هذا الخطاب إلى بيدرو شانسيز بيدرو شانسيز لمن لا يعرفه هو رئيس الحكومة الإسبانية الآن هذا نشوفه ربما بعض خاوتنا لا يعرفوش دعونا نرى لكم فيه صورة فقط لهذا الشخص هو هذا هاكم شوفوا في الصورة شاب يعني يكون ممكن في بداية الأربعينات على المرجح أنا وببداية الأربعينات ما شفت كيف كان عمره لكن من الصورة يبان فيه ممكن بداية أو منتصر الأربعينات نحن الخاوة عندنا قبل من خمسة وسبعين وطلع الفوق بينما أوروبا هم اللي عندهم العجايز أكثر من عندنا نحن لكن نحن العجايز يحكم الشباب مش هذا هو الأساس فوجهلوا صورة وجهلوا كلام كلام بكل أدب وقالوا بلي عليكم أن تحترموا قوانينكم وتحترموا حق الإنسان تسليمي هو ضد القوانين تاكم والقوانين الأوروبية والقوانين الدولية وأن الغاز اللي رقم تأخذوه ما لازمش يكون ثمن متاجرة بالمبادئ والقيم اللي تحتثوا عليها إلى آخره خطاب عقلاني إلى آخره وكان هذا طبعا كل تصريحات محمد تتم بالموافقة المحامي لأنه هو اللي يعرف من ناحية القانونية ما يجب أن يكون ما لا يجب أن يكون لما سمعوه في الصونتر وخرج هذا سمعوه أولين يتكلم إسبانيا ما كانوا مش عارفين مع مرة يتكلم لكن لما خرج بمجرد أن خرج هذا رحوا نحوله التليفون لأن هذا مزعج جدا لمدير المركز رأي خاطفه رئيس وزراء إسبانيا ودرك تتلقفه هذا يتلقفه جرائد ومجلات وبالمناسبة على ذكر جرائد ومجلات برك نقول لكم هذه المحنة ستتحول إلى منها هذا الخطر الآن نحاول أن نحاول هذه المحنة إلى فرصة كيف كيف دائما عندما تأتيك الضربات وعندما تحس روحك جاتك ضربة شديدة إلى دائما مش تفكر فيه ما مش كيفاش تدافع فقط على روحك لازم أيضا كيفاش تكون عندك خطة هجومية خطة الهجومية هي ببساطة التي تبنىها الفريق هي أن يتم إظهار القضية للعالم بأسرع وقت ممكن وأن لا نثق في الحكومة الإسبانية التي أقدمت في ضرب لقوانينها وقوانين أوروبية وقوانين دولية بتسليم المقاوم ذلك الجبل صامد شامخ محمد عبد الله وبالتالي اشتغلوا على السيناريو الأسوأ وهو سيناريو الترحيل حتى الجزائرين أيضا يكون هناك شعور عميق والحمد لله أن هناك دعم شعبي كبير جدا من الداخل والخارج في قضية محمد عبد الله برغم كل تلاعبات الموجودة وبرغم كل الحجار التي تطرمها في الطريق وليكود بانان وليكود صافون ما نشعارف راه الإجمال ولذلك خرجت المخابرات الإرهابية باش تحرك أي واحد تستطيع تحريكه باش يشوه ركما امتبعت وكاين بعض الناس معتبرين نفسهم قانونيين إلى آخره والناس كانوا يظنهم حركيين ومع الحراكة قاعدين يشكوا في كل شيء وقاعدين يكذبوا هم يعرفوا أنهم يكذبوا ويزعمون أنهم قانونيين واحد قاعد ينشر في وثيقة قال لك هذه الوثيقة هاي جاتنا الوثيقة منين جاتكم الوثيقة من عندنا كاع صلاح الدين اللي رايح حاول يدخل بعض المعارضين اللي هو ضابط مخابرات وكان منضمه إلى داعش وكانوا منضمه إلى داعش ومارس القتل ومارس الذبح معهم وبعدين فقولوا جماعة هذه التع داعش ومعنش عارفوا شسر بينهم وبين النظام رجعوه لهم والاخرين طلقوا لهم آخرين إلى آخرين هذا هو اللي رايح بعثها لكم هاي الوثيقة صح هو منين جاتوا السؤال السؤال هو منين جاتوا هذا هذا المخبر المجرم اللي لعبها يشوف على حسب اللي هو تاع الناس إلا شاف ناس مدينين يدخلهم بخطاب الدين خطاب القرآن والدين حتى لما كلمني المرة الوحيدة اللي تكلمت معاه فالحاديث قال لي أستاذ والله غرهاني صايم ورافات علي الوقت للفطور هو اللي كان طول في الحاديث ومبعد باش يقول لي زع ما رح صايم رفات علي الوقت للفطور بصح راني مليح مازال معاك راني حاب نكمل الحاديث يعني فقلت له لا روح افطر روح لأنه علىه يجي تخلك يحسب تدين تعنا هو تدين عميق وهو تدين حضاري مش تدين تع تلاعبات تع الشكليات هذا مش عندي أنا تلقى واش عندي الدين أنا اللي نفهمه هو الدين ليجعل من الإنسان كريم ليجعل من الإنسان شجاع ليجعل من الإنسان خلوق ليجعل من الإنسان يعمل ويدرس ويدافع عن الضعفاء ويقاوم الظالمين ويواجه الطغاة هذا هو الدين اللي نعرفه حقيقة أنا ولنمن به طبعا مع كل ما فيه من عبادات اللي هي أساس أيضا لكن العبادات لا تفيد وحدها إذا لم يكن هناك بعد آخر وهو بعد العدل دين الإسلامي هو الدين العدل في كل شيء ولا يستقيم حياة الناس بدون عدل بل تولي إلى حياة ظنكة أما إسدال آخر اللحية وكذا مع أنه من يقوم باللحية وهي السنة مؤكدة مش مشكلة لكن ماشي الأصل الأصل هو العدل إذا كنت ما بين أنك تدير لحية وتكون ظالم ما تديرهاش وكون عادل ولا ما تظلمش وهذا موش كلام أنا فقط يعني كلام العماء العماء المتعمقين في المجال إن الله لا ينظر إلى وجوهنا وإلى إجسادنا إنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أفعالنا على كل إذن خرج وثيقة خلينا نبدأ نعلق على هذه الوثيقة بداية هذه الوثيقة هذه الوثيقة وهذه الوثيقة ماذا هي اليوم عندي إضافة الباركو تكلمت على جزء منها واليوم عندي إضافة هذه الوثيقة تطلب بن حليمة محمد عزز إلى اللجوء اللي طلبه في البرتغال بعض خرج بدون ذكر أسماء خرج على أساس أنهم قانونيين وهم عندهم خبرة في القانون إلى آخره وقال لك كيفاش ومنين وعلا وكيفاش طلب اللجوء هو كان طالب لجوء واحد آخر راح قال فهموني أنا واحد طالب لجوء كيفاش يعود يطلب لجوء مرة ثانية لأنه باختصار بسيط ما يفهمش الأبجاديات وهو يزعم أنه قانوني وشنو الأبجاديات الأبجاديات هو أنك إذا طلبت اللجوء في بلد ثم غادرت لفترة من ست شهر أو أكثر وأثبت أنك غادرت هذا البلد اللي طلبت فيه سواء كان رفض لك اللجوء أو لم يرفض تستطيع أن تطالب وفق قوانين في هذا البلد بلجوء ثاني لأنك خرجت ست شهر وعاو ترجعت بمعنى ست شهر هذيك تنهي لجوء الأول ولا تخليه يمشي لكن أنت تطلب لجوء ثاني تقول لهم خلاص ألغوا اللجوء الأول إذا أردت وأنا طلبت لجوء ثاني إذا لم تكن عارف ماذا تم في اللجوء الأول إذا أطلبه لك إذا تقول لهم خلاص أنا نلغي هذا اللجوء الأول وهاني نمشي في اللجوء الثاني وهذا اللي قام به محمد وركم شفته في الحديث تاعدك كان وراء ورقة وقال هاي تعلجوء اللي طلبته اليوم وعطوه للإسبانيول ورقة ما يقدرش يعطوه للورقة ويقولوا كما جاش مليح هذا الأمر كما جاش قانوني يقولوا لا نستطيع ما تقدرش تدير لجوء ثاني ولذلك أنا أنصح لمن يريد أن يتحدث في هذه الأمور أن يكون يعرف أو يبتعد يسكت يعني يستطيع الناس يكفيهم السكوت إذا لا كنت لا تعرف فسكت يعني محاولة البحث على الباز والبحث على أنه فقط تقدم فقط هي هذه ملاحظة لنا جميعا لمن لا يعرف يسكت وإلا يبان عند الناس أنه شاهل لا يعرف القوانين خاصة إذا كان واحد يزعم أنه قانوني هذه من جهة من جهة هذه الوثيقة إذن كيف وصلت إلى بعض من هم يدعون أو يزعمون أنهم ناشطين اليوم محمد الحليم أعطانا معلومة إضافية قال هذه الوثيقة طبعا عنده الانترنت استطاع أن يتابع الأحداث وكلها ومنزع جدا من بعض الناس ليشعر قال لي قال لي هم فرحانين حابين حابين ويرحلوني وقاعدين يكذبوا في إلى آخره إلى آخره لكن تسمعوا في الصنات وفي خبط الباب وفي هذه المخابرات الإرهابية وها هي عمل تح هذا مستوه يبعثوا الآن هذا سادس واحد يبعثوه يصوني يخبط الباب مع أنه يخرج مرات ابني مرات زوجتي من وراء الباب تقول له ما طلبناش روحوا نحن لا نحن طالبين لكن مستمرين ها هو النبو التاح هذا جزء بسيط من المعركة معهم ليس مشكلة إذن سألنا هذه الوثيقة وين هنا ジأر نا لا توجد نحن لا توجد نحن 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 هذا як شكرا إذن ما التحدي سيقعد طلب عليها 谢谢 لأن يصل لاغเงخ لديهم 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 و Better ودهم لديهم وقعتها في الوثيقة البرتغال لما طلبت اللجوء كيف وصلت لبعض الناس اللي اعتبروا ديني رواحهم ناشيطين الى اخره وحنشروها واعتبروا بللي كيلي جابوا الصيد من ذيله قال بللي الاسبان لما اعتقلوني مكانش عندي وثيق اخرى كانوا عند البرتغاليين مثلا الPSD.TT الى اخره فبقات هذه الوثيقة فلما اعتقلوا الاسبان دوها له وما رجعوها له كالمفروض يرجعوها له وثيقة ما عندها شفاء معناه يرجعوها له طلب بها اللجوء فالاسبان واضح ان الاسبان بعثوها للمخابرات الارهابية لانه عندهم تواطع بيناتهم وهذا في الحقيقة نقطة مهمة جدا للمحامين تا محمد بن حليمة وايضا للمنظمات الحقوقية باشتسأل الحكومة الاسبانية كيف وصلت هذه الوثيقة الخاصة لصادرة من عند البرتغاليين مش من عند الاسبان الى المخابرات الارهابية وذبابها في الخارج او حتى بعض لموج ذباب وانما يزعمون حتى انهم على الحراك كيف في الحقيقة هذو اللي يراهم متساب يعني عندهم حابين بن حليمة يرحل واحد يخرج يقول لك ما كانش طالب لوجوء ما كانش طالب لوجوء عندهم حق اسبانيون يرحلوه الى اخير ياخي انتم فرحانين ياخي رحوا فرحوا الجنرالات اللي رحوا في اسبانيا وطالبوا بيرحيلهم الجزائر اذا كنتم بالفعل انتم مع الشعب مع الحركة يعني الان كابران مقاوم مناضل شعب صغير قاعدين فرحانين وبعدين تجيكم وثائق من عند هذا نكاع صلاح الدين اللي كان مع مع داعش ودخل على اساس اختراقهم وكان مؤكد انهم شاءوا معاهم في الذبح ما الذبح بس كل مخابرات تخترق الجماعات هذه تديها للذبح الناس هذا ولا هو اللي تشدوا من عنده الوثائق اليس هذا في ايدانا لكم ولو في ضميركم وبناتكم بينكم وبين انفسكم اليس من المعيب ان تخرجوا وثائق وتحطوها مثل هذه تقولوا هاي عندنا الوثيقة طيب نين جاتك الوثيقة واللي تتخدموا عن المخابرات بطريق مباشر او غير مباشر ولا تظنوا باللي الشعب الجزائري والناس اللي رأيت تابع مش عارفة هذا الاعمال وهو بهذه الطريقة اثبتتم بانكم في الحقيقة راكم ديرولي تعال تعال ديراس والله هذا خزي وعارف على من زعم او يزعم انه مع الحركة خاصة انه يدعون انهم ناستعقنون هذه هذه واحدة الامر الاخر ولا قبل ما نروح الامر الاخر مهم جدا هو العدد الهائل وانا قلت هنا وين عندما تأتيك ضربة يجب دائما ان تفكر كيف تحول ذلك التهديد او تلك الضربة الى هجوم مضاد بحيث يدفع تدفع الجهة وهنا نتكلم عن نظام العصابة الثمن عدة مرات على الاقل على الاقل العشرين موقع من كبار المواقع الاخبارية بعضها من كبار المواقع الاعلامية الموند الفيغارو قدس شريط القدس عربي واحد وعشرين التيرتي العفو الدولية عشرات المواقع الاسبانية بما فيها اكبر بعض اكبر المواقع الاسبانية ها هي وهذا جزء بسيد هذا جزء بسيد من هذا اللي راني اتبعته وران نظن المساعد كان نشر بعض منهم على تويتر ونظن مش عارف اللي نشر على الفيسبوك ام لا واطلب منه ايضا ان يديرهم في وثيقة ونشرهم حتى على اليوتيوب والانستغرام وتيك توك نشرهم على كل مكان وعلى اخواننا الاحرار والحركين نشرهم في كل مكان هذه المواقع والكتابات واش تحكي جاءت تحكي لمحمد بن حليمة بصح لقراءها هي لازم تقدم مش كون هذا محمد بن حليمة وعلى اغراه الاسباني يريدون باش يبعثوه للجزير والجزير واش فيها ودخلوا وبدأوا والجزير نظام عسكري وقام هناك حراك وتمقمعوا وسجن الحراكيين اذا فتح الملف بتاع الحراك يعني هذا المحاولة الاعتقال وترحيل محمد عزوز بن حليمة عاودة فتحة قضية الحراك قضية المعركة اللي يأخذها الشعب الجزائري قضية الحراكيين اللي يرون في السجون قضية النظام العسكري بواجهة مدنية قضية الجنرالات قضية التسعينات فتحتها كل موقع كيفاش تنولها لكن فتح الموضوع والموقع هذه كلها تفقت على أن الجزائر فيها شحق إنسان فيها شحريات فيها نظام ديكتاتوري نظام عسكري ضربة شديدة ضربة شديدة تأتيهم من خلال قضية محمد عبدالله اللي متواطئين فيها مع السبانيول وهو ضرك زدنا دليل آخر على تواطئ الإسبان وإنهما طوى ثيقة خاصة مش صادرة من عندهم بعثوها المخابرات الإرهابية باش تبعثها لبعض الناس وطبعا اللي بعثتها لهم مشقع حابين محمد بن حليمة يسجن أو كاي اللي علق عليها كاي اللي لكن كاي البعض لا كانوا بالنسبة ليهم كل يجابوا الصيد من ذيله يعني عجيب مع الحراك ومع الحركيين ولا أنتم في الحقيقة حاجة أخرى حرك وفضحتوا أرواحكم يا جماعة ما هذا إذن مواقع كثيرة ونحن في وقت ويش نحن في وقت لوكرين لوكرين يعني أخبار العالم كلها تختفي إلا أوكرانيا وروسيا يعني قضية كبيرة الناس متخوفة حتى من حرب نووية وحرب عالمية ثالثة مع ذلك روحوا دخلوا على هذا المواقع وهم منشورها نظن في مواقع محمد بن حليمة وفي مواقع عندنا وفي مواقع عن بعض الأحرار وبعض الحرائر منشورة كل هذه وما قدرناش ننشرهم كلهم بالمناسبة يعني من العدد الهائل ما قدرناش ننشرهم إن شاء الله غدوة المساعد يزيد ينشر مواقع أخرى كتبت عن الموضوع فزادت العصابة وفضحت هذه القضية العصابة وهذا تحويل المحنة إلى منحة حتى أنا محمد كان يتحدث معي قبل قال لي والله يا أستاذ غير الآن غير نعتبر خاصة بعد هذه المواقع العالمية كلها اللي كتبت وهذا غير نعتبر باللي الآن خلاص حتى كوني نموت نعتبر باللي قديت المهمة وهو أنني في أقل من ثلاث سنوات في الحقيقة سنتين ونص حتى افضحت هذه العصابة وكان بلاكل وكان فكرت خمسين سنة وحدة أخرى من نفضح حشكي بهذه الطريقة وهذه حقيقة سوى محمد عبد الله أو هو فضحهم بكشف ملفات الفساد بالوثائق لما كانوا ينشطوا قادرين ينشطوا ثم فضحوهم بلما اعتقل محمد عبد الله ثم الآن لما اعتقل محمد بن حليمة فها هي كيف تأخذ هذه العصابة ضربات متتالية قال لي والله ما رأني خايف وقال لي والله يعدموني غير نعتبر وبالك ستزيدوا تسموها خدوة منه إلى ما رحلوش لأن كين ما خاطر ترحيلوا في أي لحظة يعني مخذوه منه تليفون قبل حوالي ساعتين وهذه كانصرات مع محمد عبد الله لم يجي ورحلوه خذوه منه تليفون وكان يوم الجمعة وعلى عشر وعلى عشر التعليل خرج قرار الترحيل محامين كانوا ركدون ناس مش فيما كاتبها وعلى ربعة تعصباح خذوه الألميرية وغدوة كين باخرة من ألميرية إلى الغزوات اللي هي أسبوعية من على الأقل شيء أسبوعية من يوم السبت ولذلك عندكم إخوانكم الآن الإخوانكم الآن رأم مع تصمين عدد من الجزائري رأم مع تصمين أمام المركز والمركز هذا عنده زوجبيبان باب مركزي كبير وباب واحد آخر في الخلف أيضا غاراج كبير والمركز كبير جدا خاليني نوري لكم بعض إخوانكم اللي كانوا اليوم واللي بعثوا أيضا بابضحوا بالمكلة اللي كان怒ر ما هو القفوان من الجسر حينما ومرام المعيث لا 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 τους ouble اشتركوا في القناة هناك بعضهم عند المبنى عند الباب الرئيسي وبعضهم عند الباب الخلفي لأنه احتمال كبير إذا كانوا يرحلوا رح يكون قبل الخامسة صباحاً وهم عارفين هذا وقالوا باش نخرجوا لاليرت في أقصى الحدود طبعاً إذا قامت بها إسبانيا ستكون جريمة أخرى وهي ضد القوانين وهنا أرد على بعض إخوانا أرسلوا لي قالوا لي أنه فيه واحد من خاوتنا طرح اليوم تكلم في فيديو اليوم وقال بأن إسبانيا يعني خلاصة الكلام ليصنينا قال أن إسبانيا لا خيار لها إلا أن تسلم محمد بن حليم لماذا؟ قالك لأن إسبانيا عندها اتفاقية ثنائية مع النظام في الجزائر وبالتالي يجب أن تنفذ وهو أنها ترحل لها من تطالب به الجزائر على أراضيها من يطالب به نظام مخابرات الإرهابية تطالب به في إسبانيا تنفذ طبعاً السؤال الأول إذا كان هذا الاتفاق موجود لماذا ما يسلموه الجنرال شنتوف كان قائد من ناحية العسكرية الأولى وهارب وهارب والدي معها ملايين دولارات وأشياء كثيرة لماذا ما يسلموه الجنرال مئات الضباط الذين هربوا ولات قضاة بعض الإدارية الكبار كلهم في إسبانيا وشراوا في إسبانيا لماذا يسلموه الجنرال لماذا؟ يأتي محمد عبد الله بارك للمحمد بن حليمة أه ممكن يأتي واحد يقول لك آلي أنا محمد بن حليمة هو المزعجهم الأخرين ليس مزعجينهم ناهبين أموال الشعب ليس مشكل هاربين من ما يسمى بالعدلة ليس مشكل بصح ما دام رك تنفح الفساد من تعشين قريحة ومن معه مشكل طيب إذن كين حاجة في الموضوع وهي أن كين مبدأ أن القوانين الدولية تعلو على القوانين الداخلية كل هذه الدول تسمى ديمقراطية بل تقريبا في كل الدول تنصدى ساتيرها إما صراحة إما ضمنا على أن القوانين الدولية أنها الاتفاقيات التي تقوم كذا لازم أن لا تكون ضد القوانين الدولية عندنا هنا في ديننا مثلا كين مبدأ يسموه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بمعنى أنك لا تستطيع أن تعطيع إنسان في الدين هذه إذا كانت طاعا تاعك ليه يعمرك بشيء يخالف ما أمر به الخالق كين حاجة مشابهة لها في القوانين هي أن القوانين الداخلية يجب أن لا تتناقض مع القوانين الدولية وإذا تناقضت القانون الدولي يسمو عليها وهذا يعرفها أي طالب سنة أولى في القانون يعرف هذا أو أي مثقف في المجال القانون يعرف هذا القوانين الدولية تسمو على القوانين الداخلية بمعنى تعلو عليها بمعنى إذا صار فيه تناقض قانون الدولي هو الذي يمضي وليس القانون الداخلي وهذه في كل الدول الديمقراطية خاصة حتى في الدول اللي مش ديمقراطية عندهم هذا وهما موقعين اتفاقيات بهذا المعنى إذن إذا فيه اتفاق ثنائي ما بين العصابة وما بين الحكومة الإسبانية لا تستطيع إسبانيا أن تتحجج به وتقول باللي أنا عندي اتفاق إسبانيا مع النظام الجزائري لازم نسلم من يطالب به لأن القوانين الدولية تمنع تسليم اللاجئين السياسيين أو طالبي اللجوء السياسي بل تمنع الهاربين من العسكريين من عودتهم محمد بن حليمة كما محمد عبدالله ينطبق عليه الأمر اثنين أنه مقاوم سياسي وطالب نجوء سياسي وأيضا عسكري مثلا اتفاقية الأنتربول ميثاق الأنتربول في المادة الثالثة والرابعة تكلم على هذه النقطة أنه لا يجوز تسليم اللاجئين أو طالبي اللجوء السياسي إلى البلد الذين هاربوا منه فإسبانيا لا تستطيع أن تتحجج باتفاق بينها ثنائي بينها وبين العصابة على أنها تفعل ذلك لأن مثلا ميثاق الأنتربول اللي هي عضو فيه يقول هذا صراحة الأمر الآخر القوانين الأوروبية خاصة المحكمة الأوروبية وما صدر عندها من أحكام تمنع تسليم طالبي اللجوء السياسي القوانين الدولية خاصة القانون الذي جاء فيه اتفاقية المناهضة للتعذيب تمنع تسليم الناس إلى بلد يمارس تعذيب ونستطيع أن نشيركم إلى عشرين أو ثلاثين قانون أو مبدأ قانوني يلغي فكرة الاتفاق الثنائي إذن القول بأن ما بين دولتين حتى ولو خالفت القانون الدولي أو القوانين الأقليمية كما مثل الأوروبي معليش مش صحيح وإسبانيا تستطيع أن تتحجج للنظام الجزائري لو يطبقوا قوانينهم والقانون الأوروبي والقانون الدولي بأنني لا أستطيع أن نسلمك طالبي اللجوء السياسي ولذلك زاد المحامي طلب من محمد بعد ما فات 6 شهر محمد عنده 7 شهر من إخرج من إسبانيا قالوا الآن تستطيع أن تطلب مرة أخرى اللجوء السياسي لماذا؟ هذا يعطل قانونيا يعطل قضية الترحيل الآن عندنا ثلاث طرق ننظي فيها لتعطيل الترحيل بالقانون طريق الأول هو الاعتراض على وضعه في الحجز هذا قرار خذه قاضي الآن كان تقاضي درجة أعلى صرات كاساسيون كما نقولها هنا عندنا وبالتالي يجب أن يروح الملف إلى جهة قضية أعلى باش تقول إذا كان واشتخذ القاضي هذاك بوضع محمد بن حليمة في المركز صحيح أم لا ثاني خط مشكين عليه هو بمجرد ما يصدر قرار الاكسبيلسيون طرد تعسوا في هذا يتم الاعتراض عليه المحامي مجهز روحه باش يعترض عليه وهذا القرار قد يصدر كما في محمد عبد الله صدر مثل هذه الساعات اللي نتكلم معاكم بعد العشرة التعليل ومن ثم الآن المحكمة الإدارية مفتوحة مشيكي مفصل دا المرة اللي فاتقال كانت مغلوقة المحامي رهو اليوم الليلة هذه رهو قاعد قال لهم رح نبقى قاعد لأنه طلبنا منهم بأنهم ممكن يصدروا قرار الطرد في الليل كما سرى مع محمد عبد الله وتم إخبار الفريق أيضا أخبر أمنيستي انترناشنال وأخبر جهات قانونية ودولية رهي تتابع في الميلة اللي هي منظمة حقوقية الأمر الثالث هو أن طلب لجوء ثاني يعني أنه لا يجب ترحيله حتى يتم البث في طلب اللجوء وهذا يقدر يأخذ أسابيع وإذا رفض كائن طريقة للاعتراض عليه مما يعطي أسابيع أخرى من ناحية القانونية لا يمكن ترحيل محمد بن حليمة إلا بعد شهرين أو ثلاثة بعد أن يستنفذ كل هذه الأمور لكن تجربتنا في قضية محمد عبدالله أثبتت لنا أن إسبانيا تستطيع أن تركل أن تتعفس على القوانين تاحة والقوانين الأوروبية والقوانين الدولية من أجل مصالح غير مشروعة تأخذها من بلدنا من عند المافيا العسكرية ودراحة المخابرة الإرهابية ترحيل محمد عبدالله لم يكن قانوني وليس لأنه كان هناك خطأ أو كما ادعى البعض اللي خرجوا كلهم كانوا ينظروا آنذاك وهم لا يعرفون الحقيقة إنما يريدون شيطنة من يعمل وضرب من يعمل وكنا شناها في تلك الفترة هل تستطيع إسبانيا أن تفعلها مع محمد بن حليم؟ نعم تستطيع وبذلك تخترق القانون لكن ربما المسؤولين يقولوا ما يهمش نحن يهمنا القاز ويهمنا المال اللي يجينا من الجزائر بالشكاير ويهمنا أن هذه الحكومة أو هذه العصابة رأي تعطينا مصالح مشروعة أو غير مشروعة ممكن تعملها ولذلك خاوتكم راهم في حالة استنفار وأنا أطلب من كل من يستطيع أن ينظم إلى إخوانه اللي راهم مرابطين أمام هذا المركز أن يفعل لأن ربما خاوتكم طبعا لما يبقى الإنسان يبات ليلة واثنين يقدر يتعب فلا تترددوا بنفضلكم في ذلك النقطة الأخرى فيما يتعلق بإسبانيا أيضا قالوا لي هذا الأخ اللي دار التحليل قال لك باللي إسبانيا إذن كان مدام عندها محمد عبد الله طيب لماذا إسبانيا راح تحوس على محمد بن حليمة لماذا؟ فلوتوروت كان قريب من ساراغوزا وساراغوزا هذه قريبة من حدود الفرنسية بمعنى أنه وإن كانوا راحين لبرسلون لكن كان ممكن يروحوا لفرنسا أخلاص وكانوا يتبعوا فيهم بسيارة كما قالنا محمد في الحديث ربما ركما تبعته اليوم بسيارة مدنية وبلباس مدني مخابرات كان تتبع فيهم ولقاهم شدين سلاح فلوتوروت دايرين براج على لأنها أراض تعتقالهم شوفوا البرتغال واشدرت لما بعد أن قالوا منع يعني القاوة اكتشفوه ثم هناك واشركت دير هنا أخلاص قالوا محبيت نطلب اللجوء السياسي قالوا تفضل عمروا الوثاق إلى آخره صح كان المفروض كان المفروض يضعوا فيه صونتر هو حراج مزان ما عند دول وهذا واندار طلب بعد ما يروح طلب وكذا ممكن يطلقوه هذا واشي يصرا في الغالب شدوا الناس يومين خمسة أيام سبع أيام بعد ما يروح الميلف يطلقوهم يعني لا البرتغاليين قالوا له اروح تبراسك ارقد فيه وطل يتحب واروح نهار الاثنين روح نهار الاثنين عند القاضي اللي يدخل البلادهم بطريقة غير مشروعة وربما كان عندهم شك بلك ما كانش حيبقى ثم منش عارفين يعني فهو ما كانهم باش يحقوا في الموضوع البرتغاليين في الحقيقة بهذه الطريقة قالوا له روح بعدنا طريقة مباشرة لما قال لي رام طلقوني قلت له رام يقولولك روح بعدنا للاسف ما كانش قادر يرجع الى بلجيكا لان اللي كانت معاه اللي جبيها من بلجيكا الى البرتغال كانوا نحوهانه البرتغاليين وهذا ربما حتى يكون رد على سؤال قد يرتحوا بعض الناس يقول لك علش مرجحش البرجيكا بالطائرة علش عاود مرة الى اسباني لانه لم ينتكن معاه اي وثيقة ليقدر يشري بها به باش يطلع من البرتغال الى بلجيكا لانه يحتاج تشري بي لازم تكون عندك على الاقل بياس دي دانتيتي بيرمي كار دي دانتيتي وثيقة تثبتها ويتك باسبور اي شيء لانه يعطيك تيكي وانه تقدر تطلع في الطائرة لانه يعرف من هو في الطائرة في الحقيقة الاسبان ارادوا اعتقاله ولم يكتفوا باعتقاله بعد هذه الوثيقة اللي كانت عندهم وصلت المخابرات الجزائرية اللي بعثتها لاخرين برا بما فيها ذبابها وهذا المجرم اللي هنا في بريطانيا واللي يتبرجح باللي عنده وثيقة هذه وثيقة هذا تواطم بالعكس الحقيقة هم مش عارفين ان يغرقوا نفوسهم لانه الان لما ترفع قضية ضد الحكومة الاسبانية لماذا خرجتوا هذه الوثيقة راح الحكومة الاسبانية تقول المخابرات الجزائرية والنظام الجزائري انا اعطيتها لكم لكم انتم ماشي باش تخرجوها جاءوا باش يكحلوها اعماوها في الحقيقة جاءوا باش يتبهوا باللي عندهم وعندهم وعارفين فاذا بهم يضربوا يتروا على رواحهم على رجليهم لان المخابرات الارهابية اللي رأيه اليوم هو مش تعد سعينات هذو كان مازال فيهم بعض الناس اللي فاهمين وبعض الناس اللي عارفين هو القيادة ما نحكيش على الضباط الصغار بما فيهم اللي فاهمين القيادة هي قيادة تعد شينيون هي القيادة تعد ذبح هذو موش عباد هذو هذو الحيوانات عشرف منهم مليون مرة والله في الحقيقة ما زال كين مواضيع وكنت حاب حتى نزيد نتكلم عليها فيما يتعلق بموضوع أخنا لكن أخنا محمد بن حليمة لكن أهم شيء هو أن يبقى روب بالمناسبة كين نتحرك غدوة خلي نشوف في مارسيليا أيضا وكين في ايفيون وكين في جونيب ايفيون ساعة 11 حسما قالوا لي المنظمين وفي جونيب نظرنا الساعة الثانية وكين غدا في مارسيلي دعني نقول لكم مش من توقيت نظرنا نخذت لها صورة عندي هنا وكين في موريال وكين في عدة أماكن في الحقيقة واعتذر إذا ما ذكرتش كاش مدينة ولله لأن بلك ما جاتنيش في الوقت coû إذا ما هي هذي أنه على انا ماغي هذي سامدي 19 مارس 14 ها هو وهي الموقع اللي حطها على التويتر اشتخذوا لها صورة لمن يريد ان يأخذ العنوان كاملا ربما قرأت العنوان بالانجليزية في حقيقة هو في فرنسا ادوى اخواننا ان يركزوا على تحرير البلاد وان البلاد في خطر وان المافيا العسكرية الداية البلاد للهاوية وان الشعب رح يعاني معاناة مرة وان الانفجار قد يكون في اقرب فرصة وقد يكون انفجار خطير جدا خاصة ان ثورة الجياع ادوى اخواني واخواتي ان لا يغرقوا في خصومات جانبية او خلافات جانبية ادوى اخواني واخواتي ان يترفعوا حتى عمن يشتمهم او يسبهم او يهاجمهم ادوى اخواني وادعوا نفسي في نفس الوقت ادوى اخواني ان المعركة اكبر منا جميعا وان القضية تتعلق بحرية شعب باكمله وبمستقبل وطن بمن فيه اقول لي اخواني لمرات ربما ينزعجوا لما يشوفوا واحد هنا تهجم او هناك تهجم انا لا تزعجني هذه التهجمات مهما كانت بذيئة مهما كانت سفيها مهما كانت هذا عمر في هذه المعركة شفنا فيه كل الالوان وكل الانواع وكل الناس ودائما اذكركم واذكر نفسي خاصة للمؤمنين منا ومنكم اننا مهما على شأننا مهما عظم قدرنا مهما كنا في هذه الدنيا بالنسبة للمؤمن يعرف نفسه انه لا قد لا يساوي شعر في رأس اخر نبيه وان انبي الله ورسل كلهم كلهم هجموا واحيانا عذبوا واحيانا قتلوا بعضهم سماوه مجنون سيدنا سيد الخلق سمي بالمجنون وسمي بالشاعر وسمي بالكاذب وسمي بكل التسميات من نكون نحن امام هؤلاء اللي كانوا مؤيدين بالوحي من نكون والله يا اخوان لو واجهني العالم اجمع الناس هذه كلها مثل الاخرى الارضية وانا على يقين اني على حق فاني لن اتراجع ما كانوا سبهم وشتبوا ووجوماتهم لن اتراجع لاني شوفهم على حق وحدث وان راجعني شباب صغر في قضية في بداية العشرينيات من عمرهم قبل سنة وسنة ونص وقالوا لي استدرك غالط في هذه القضية وهو علاش قلت له منتما على حق كنت غالط في هذه الموضوع استطيع ان ارجع للحق من عند صبي من عند شاب صغير من عند رجل من عند امرأة من عند شابة من عند شيخ اذا دلني على الحق واكتشفت انه حق فانا اخضع للحق اما اذا كنت انا مقتنع وعلى يقين اني على حق فوالله لو اجتمعها على الارض جميعا ما وقفوني اللي وقفني هو ان هذا النفس يتوقف لن نتوقف ابدا على الدعوة لقيام دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون ما اقول لي اخواننا من اخطأ في حقي الله سامح من يصر على ذلك الله سامح والله اهدينا جميعا لا تنزعجوا لا تتأثروا فانا لا يؤثر فيا كائنا من كان ولو كان التأثير كان كنت وقفت منذ فترة طويلة نها 27 سنة تقريبا وليست 27 اسبوع او حتى 27 شهر عمره كله فانا على بواب ستينات الان